السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي عزاؤنا واحد العائلة دي اللي ربعت البنات اللي تفهم الله سبحانه وتعالى الرأي العام عرف على أن البنات زراك اليوم الحمدية لهم خنازوا بسبب إهمالكم بسبب غياب المعدات لا دي اللي حيي لا دي اللي ميتين وهات الشي مكيزين غيري أكد الكلام دي نملك أن تطرقوا لشي موضوع دي المستشفيات فأنا كنقول من هذا المنبر هنيئا لوزير الصحة هنيئا لجميع من له دخل في هذه المستشفيات بالمغرب هنيئا لكل من يكذب على المواطنين هنيئا لكل من جاءته الفرصة في الانتخابات وكذب علينا بالقيل والقال وكترة المقال فكن نقول لكم على أنكم هنيئا لكم هاتش اللي غير قدر نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فعندي واحد الرسالة بغيت نوجها المواطنين والمسؤولين واللي ما كتعطينيش خاطرين لفض بكلمة مسؤولين لأن المسؤول مسؤول عن الشيء وانتوما كلمة مسؤول ما كتتوفرش فيكم ما الفائدة من أننا نحن من كوننا أننا نحن مقاون ديرو في الفيديو بلا تغيير ما الفائدة من أنكم تبينونينا على أنه كنا واحد الجانب دي الحرية التعبير بدون تغيير ما الفائدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعرفتش ما بعرفتش ما بعرفتش ما بعرفتش ما بعرفتش فين باقيين غادين بهتشي ستحاسبوا اكيد انكم ستحاسبوا قد يوم القيامة ولكن كنزيد نأكد على انكم ظالمين اعداء الوطن ما كتتمتلوش المغرب بصفة والوالو ما كتتمتلوناش ولهذا كنقول لمغاربة ما كينش شي حل الخر من غير على انكم دويوا على حقكم ما تنتظروش من شي مسؤول من هاد الشفارة من هاد اعداء الوطن على انهم سيبدلوا لكم شي حاجة انا كنقولها لكم كان عاود نقولها ما تنتظروش من شي مسؤول غادي علاش انا اعطيكم ابسط مثال وغادي نختم به لان من اللي كتشوف وزير الصحة ما تتكلمش ما تلا يحركوا ساكنا ووزير من الموزراء اخرين ما كدويش معاه فعرفوا على ان كلهم سجين من غرفة واحدة وشي عربع عيوب فلهذا المواطن من اللي كيوقفوا كيحتج كتشوفوا البرودة دي المسؤولين ما كتتسوقوش ليكم موت الفاقر موت مت وخنزي مت وزرق لك الحم ما كون تتسوق لك ولكن لو كانت شي موت ديالشي اطفال او ديالشي ابنات فبرة لو تنقلت لهم طائرة وتنقلت لهم السرير اللي غديم شو يدفنواهم فيه كنقول لا حول ولا قواتي اللي بالله العالم الله ياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق الله ياخد فيكم الحق